أشهد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله بالدور الرياضي الذي يطلع به الأزهر الشريف في المجالات الفكرية والثقافية والحضارية ومواقفه الدعمة للقضايا الإسلامية والعربية وأكد جلالته أن تلك المواقف نابعة من المكانة الرفيعة التي تبوأها الأزهر الشريف منذ قرون عديدة كمنارة علمية ودينية تنشر قيم الإسلام العظيمة في الاعتدال والتسامح والسلام والمحبة جاء ذلك خلال استقبال صاحب الجلالة في قصر الصخير فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وذلك للسلام على جلالته بمناسبة زيارته لمملكة البحرين ليترأس الاجتماع الخاص لمجلس حكماء المسلمين الذي تستضيفه مملكة البحرين حيث نقل إلى جلالة الملك المفدى حفظه الله تحيات أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة وتمنيات فخامته إلى جلالة الملك المفدى موفور الصحة والسعادة وإلى مملكة البحرين دوام التقدم والنماء ورحب جلالة الملك المفدى بفضيلة الإمام الأكبر وكلف فضيلته بنقل تحياته إلى فخامة الرئيس المصري مشيدا جلالة الملك المفدى بعمق العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة القائمة بين البلدين الشقيقين وما تشهده هذه العلاقات من تطور وتقدم في العديد من المجالات لكل ما فيه خير البلدين وشعبيهما الشقيقين مؤكدا دعم مملكة البحرين للأزهر الشريف ورسالته السامية في ترسيخ مفهوم وثقافة ومبادئ الإسلام الوسطي المنفتح على كافة الديانات والثقافات الأخرى كما أثنى حفظه الله على المساهمات الفكرية والعلمية لفضيلة الإمام الأكبر ومؤلفاته القيمة لنشر الصورة الحضارية الصحيحة والمشرفة للدين الإسلامي الحنيف ودور فضيلته الإيجابي في تعميم لغة الحوار والتحاور بين الأديان وانتهاجه نهجا معتدلا في جميع حواراته ومشاركاته الإسلامية والدولية ومساعيه الخيرة في توحيد صفوف المسلمين ودرء المخاطر عنهم كما ثمن جلالته المواقف المشرفة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب والأزهر الشريف تجاه مملكة البحرين والتي هي موضوع التقدير والاعتزاز واستعرض جلالة الملك المفدى مع فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون بين مملكة البحرين والأزهر الشريف في كافة المجالات التي تخدم الإسلام والمسلمين في المجالات العلمية والدينية والتعليمية إضافة إلى مجموعة من القضايا التي تهم العالم الإسلامي والتأكيد على أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية في العالمين العربي والإسلامي من أجل نشر الفكر الوسطي وتعزيز التضامن الإسلامي لمواجهة مختلف التحديات من جانبه أشهد فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بالقيادة الحكيمة لصاحب الجلالة وبمواقفه المشرفة في دعم قضايا العرب والإسلام والمسلمين معربا عن شكره وتقديره لجلالة الملك على مبادرة جلالته ببناء ثلاثين معهدا أزهريا على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية والتي تأتي امتدادا لمواقف البحرين الداعمة للأزهر الشريف ورسالته الوسطية ومنهجه القائم على التعايش والتسامح وجددا فضيلة الإمام الأكبر التأكيد على أن مواقف الأزهر الشريف سوف تظل دائما داعمة لمملكة البحرين وشعبها كما سقبل حضرته صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدة حفظه الله في قصر الصخير مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وذلك للسلام على جلالة الملك المفدة بمناسبة انعقاد الاجتماع الخاص لمجلس حكماء المسلمين على أرض مملكة البحرين وفي مسهل للقاء صافحات جلالة الملك المفدة ضيوف المملكة مرحبا بهم في مملكة البحرين شكرا لهم حضورهم ومشاركتهم في هذا الاجتماع الخيري المبارك بما يعود بالخير والمنفعة على أمتنا الإسلامية وخدمة قضايا الإسلام والمسلمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة علي محمد بظفر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم اشتركوا في القناة ومدخلوا الجنة بما كنتم تعملون صدق الله العظيم يتفضل سيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدأ يده الله بإلقاء كلمة له في هذا اللقاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين سادة أعضاء المجلس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدنا اللقاء بجمعكم الكريم لمجلسكم الموقر على أرض مملكة البحرين الذي نعتز بأهدافه السامية وقاياته النبيلة المعبرة عن الضمير اليقظ لعقلاء الأمة مشيدين بدوركم وجهودكم المخلصة خدمة للإسلام والمسلمين في وقت تتزايد فيه التحديات وتتسارع وتيرة الأحداث لتضع الأمة أمام اختبار حقيقي بصوم رصيدها الحضاري مؤكدين ثقتنا في الأوفياء من أبناء هذه الأمة الحريصين على وحدتها ومجددين دعمنا لكل الجهود الرامية إلى جمع الكلمة ووحدة الصف الحضور الكريم وإذ نفخر بانتمائنا لأمة الوسطية ومساندتنا لكل جهد يثري مسيرتها فأننا نعتز بدور المؤسسات الشامعة في رعاية النهج الوسطي الأصيل ونشيد بالدور الرائد للأزهر الشريف ورجاله في ساحة الفكر الإسلامي الداعي للاقتدال مثمنين لفضيلة الإمام الأكبر دورها الكبير في هذه المسيرة ومعبرين عن بال سرورنا بهذه الزيارة الكريمة كما يسرنا أن ننتهز هذه الفرصة للإعراق عن شكرنا العميق للمملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وشعبا تقديرا لما قدمته وتقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله من جهود عظيمة في خدمة حجاج بيت الله الحرام تمثلت في حسن تنظيم مواسم الحج عبر عقود طويلة أثبتت للعالم أجمع مدرتها الراسخة على القيام بهذه الأمانة العظمى خير قيا سائلين الله تعالى أن يوفقنا جميعا لخير أمتنا وأمن ورقاء شعوبها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الكلمة الآن لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولادا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين سادة الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في بداية هذه الكلمة المتواضعة يسعدني أن أتقدم باسمي وباسم الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين بأسمى وأجل آيات الشكر والعرفان بالجميل لما تفضلتم به جلالة الملك من قبول استضافتنا في رحابكم الكريم وبلدكم المحفوف بحفظ الله ورعايته واستضافة هذا المجلس الذي أبدى رغبة وأملا في أن يعقد جلسته الثامنة في هذا البلد الذي يتمتع بتاريخ حضاري عريق إذ كان منذ آلاف السنين مركزاً لالتقاء الثقافات وحوار الحضارات وبما ميزه الله به من موقع جغرافي فريد وشعب أكسبه امتزاج الثقافات خبرة واسعة وضربة على التوحد والتجمع والاعتلاء فوق الاختلافات والفروق المذهبية والدينية والعرقية وهي ميزة يتميز بها هذا البلد الطيب من بين سائر البلدان والأمصار في شرق البلاد وغربها ونرى دائماً والحمد لله أن أهل البحرين تسري في دمائهم هذه الروح التي تجمع بين الأصالة والمعاصرة المنضبطة بهدي الدين وحكمة الشرق حتى باتت تستعصي على التنكر لتاريخه وميراثه العريق وأصبح هذا الشعب لا يتعامل إلا بالمبادئ والقيم الثابتة التي لا تعرف المقايضات ولا نزوات العرق والعصبية في الوقت الذي لا يرى كثيرون بأساً من ممارسة اللعب على وتر الضائفية واستغلال العاطفة الدينية في الهيمنة والتسلط ولم يتورعوا في انتهاج العنف طريقاً لتحقيق هذه المآرب التي لا تكرها أخوة الدين ولا العيش المشترك وكان الظن جلالة الملك أن تعصم هذه الروابط المتينة هذا الثغر من ثغور العروبة والإسلام من الاهتزازات المفتعلة والاضطرابات المصطنعة التي لا يفيد منها إلا أعداء العرب والمسلمين ولا تقدم إلا مخططات الأنظمة المتربصة شراً بالمنطقة وأهلها نعم كان الظن كذلك لولا أن فريقاً من أعيان الناس رضوا بأن يركنوا إلى منطق المصلحة غير المشروعة وغير المعتبرة وضرموا صفحاً عن منطق الدين والواجب والضمير وأرجو جلالة الملك أن لا يفهم تشجيعي وتشجيع مجلس حكماء المسلمين لجلالتكم على أنه مدح أو إطراء لا يليق بأهل العلم والمنتسبين إليه فيعلم الله أنني ما إلى هذا قصد لأنني أعي جيداً قول النبي صلى الله عليه وسلم أحثو في وجوه المدى حين التراب ولكن أعي أيضاً نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن ننقص من أقدار الناس وأمره صلى الله عليه وسلم بأن ننزل الناس منازلهم في قوله الشريف أنزلوا الناس منازلهم وفي قوله من لم يشكر الناس لم يشكر الله عز وجل ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم حين يعلمنا هذا الأدب فإنه يعلمنا في الوقت نفسه أدب القرآن وذلك في قوله تعالى ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين من هذا المطلق القرآني والنبوي أجدني لا أتردد في أن أحياكم جلالة الملك وأشد على يديكم في سياستكم الحكيمة التي ترعى حقوق المواطنة وتحقن دماء الناس وتحفظ وحدة الصف وتوفر الأمن والسلام لشعبك ووطنك فسر على بركة الله واثبت على النهج الذي اخترته بعد أن هداك الله إليه وهو نهج التآخي والإصلاح والعيش المشترك فهو الطريق الذي لا طريق غيره في هذا المنعطف الذي تمر به منطقتنا العربية وشرقنا الإسلامي هذا وإن مجلس حكماء المسلمين الذي يعقد دورته الثامنة في المنامة ليشاركني هذه الرؤى التي عرضت طرفا منها ويقلقه ما يقلق كل مخلص من أبناء هذه الأمة مما ألم ببلاد العروبة في السنوات الأخيرة من إصرار أعدائها على تمزيق هذه المنطقة وتفكيكها وإبقائها في مرحلة ما بين الحياة والموت يشعلون نار الفتنة وحرائق الحروب لتبقى هذه الأمة رهن السيطرة والهيمنة حتى يأتي يوم تجد الأمة نفسها فيه لا قدر الله وجهاً لوجه أمام تقسيم جديد لا يبقى معه عرب ولا عروبة ولا مل الأزهر الشريف ولا مجلس حكماء المسلمين من التذكير الدائم والنداء المتكرر لعلماء المسلمين أولاً وقبل الجميع أن يتقوا الله في شعوبه وأن يكونوا على قدر المسؤولية أمام الله تعالى وأمام ضمائرهم في القيام بواجبهم في إنهاء بث خطاب الفتنة والكراهية وإعادة الثقة والأمل في نفوس الناس وليعلم كل مننا أننا سنسأل أمام الله تعالى عن هذه الأمة الجريحة وعن شعوبها المرهقة بالدماء والقنابل والهدم والفرار على وجوهها في الفياف والقفار في غير ما ذنب اقترفته وفي معارك ليس لها فيها ناقة ولا جمال وأسمحوا لي حضرة صاحب الجلالة أن أعلن على لسان مجلس حكماء المسلمين حرص المجلس الشديد بل البالغ الشدة على وحدة الأمة الإسلامية والرفض القاضع لأي عمل أو فكر يؤدي إلى التنازع وإلى فشل المسلمين أو يهدف إلى إقصاء المسلمين عن الإسلام والإبقاء على فريق بعينه ومن حلق بالإسلام لضائفه ومنعه عن ضائفة أخرى وأن شعار مجلس الحكماء في هذه الفتنة العمياء المضلة هو شعار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي حسم القضية منذ بداية الأمر بقوله الشريف من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفر الله في ذمته وقد قال شراح في هذا الحديث أن أمور الناس محمولة على الظاهر دون الباطن فمن أظهر شعائر الدين أجريت عليه أحكام أهله حضرة صاحب الجلالة أكرر شكري لكم وأتمنى لكم ولشعبكم الكريم دوام الحكمة والتوفيق في كل أموركم كبيرها وصغيرها جليلها ودقيقها وأسأل الله تعالى الذي جمع شمل هذا الوطن على كلمة الحق والدين وعافاه مما ابتلى به غيره أن يديم على شعبه نعمة التآلف والأمن والرقي والرخاء اللهم آمين شكرا لكم جلالة الملك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم 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 شكرا لكم